اوه! هناك إمكانينا حصل على الليجند هذا هو بيكام هذا هو بيكام الذي عمده 88 والآن سأحصل على لاعب أصطوري يا سلام عليك لاتسكو لاتسكو تعال تعال مارادونا تعال اه مالأسف الرجل اليمنى من أنت؟ نيدفيد من هم اللاعبين الذين هناك إمكانينا الحصل عليهم؟ اوه! محمد صلاح ميسي كذلك بيكي هيا كونامي اعطينا ميسي لا هذا اللاعب في بريطانيا اوه! نعم! حصلت عليه محمد صلاح يا أثقاء حصلت عليه محمد صلاح لا تنسوا يا أثقاء انشروا مع أثقائكم لكي يدر لي أكبر عدم من الأشخاص لقد حصلنا على العديد ووه! فرنسا نيمار ارجوكم نيمار 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 يا أثقاء لا نيمار السلام عليكم يا شباب معكم يا السين من قناة ياسبلي سعيدوا لكم بحلقة جديدة من لعبات بيس 2019 الرسمية حدثت العديد من الأمور لقد تأخرت في نشر الفيديو لأنني نصبت إذا قمنا بالدخول هنا ستلاحظون بأن تقريبا جميع الفرق عندها اسماء والحقيقية لقد أظهروا لي كذلك اللاعبون المتميز خلال الأسبوع إذا جيتم إلى هنا ستلاحظون بأن عدد الليغات أصبح هائلا جدا في لابات بيس 2019 عدد هائل من الليغات هناك بعض الليغات التي لا أعرف ما هي دولتها مثل هذه مثلا لادا بريمير تيب عدد هائل جدا من الليغات لا تصدقوا لكن الشيء المهم هو الليغات التي نعرفها نحن بطبيعة الحال أتوقع هي موجودة هناك في الفق مثل بريمير ليغ ستلاحظون بأن أسماء الفرق لقد قمت بتعديلها ليفيربول تشيلسي المان سيتي كذلك إذا جئنا هنا لسيريا ستلاحظون بأن أسماء الفرق فإنها معدلة فيورونتينا انترناسيونال لازيو ميلان نابولي ليوفينتوس كذلك روما كذلك وإذا جئنا للا ليغا الأسماء فإنها معدلة بالنسبة لإسم برشلونا كان معدل من زمان لأن برشلونا مسانيد رسمي للعبات الباس هو السبونسور الأول وكذلك ريال مادريد اسمها لقد عدلتوا اللوغو عدلتوا جميع تلك الأمور لقد عدلتها الباتش فإنها موجود في موقع الباتشات الرسمي إذا شاهدتم المقاطع السابقة التي فعلتها الخاصة بديمو الباس فإنكم ستعرفون طريقة تحميل الباتش الآن سندخل يا أصيقاء لكي نقوم ببدء لأن يجب علي الحصول على بيكام بما أنني قمت بشراء يجب علي الحصول على بيكام نحن سندخل للمرة الأولى لهذا السبب قررت أصلا تسجيل هذا المقطع لكم لأن يجب علي الحصول على جي بي أتوقع بأنهم سيعطوننا جي بي مجاني قدره عشرة ألاف جي بي ومن اللازم علي الدخول يوميا لكي أحصل على اللاعب الأساطير يعني في هذا الأسبوع القادم يجب علي الدخول كل يوم للمرة الأساطير وإن شاء الله عندما سأعود للمنزل لأنني لازلت مسافر سأضهر لكم يا أصيقاء اللاعب الذين حصلت عليهم هنا قالوا لي يجب علي اختيار الجنسية حسنا سنختار المغرب نعم هو مروكو هنا في المدينة سأضع الريباط وهي عاصمة المغرب حسنا مدينة الفارق هي الريباط وفي هذه اللحظة يجب علي اختيار الفارق الذي سألعب بأكيد أصيقاء سنختار ريال مدريد اسم النادي لن يكون هو ريال مدريد بل سيكون هو ياس كلوب والاختيار سيكون كالتالي ياس كلوب على هذا الشكل اسم فارق التعليق سنتركه افتراضي على ما أعتقد أم نقوم بإيقافه الآن يجب علينا اختيار مدير فني للفارق الخطة التي أحب اللعب بها فهي 433 لكن ضد الحاسوب في بعض الأحيان فإن يجب علي تغيير هذه الأمور أصلا المديرين الفنيين أو المدربون في إمكاننا تغييرهم متى نشاء لكن في البداية سأختار هذا لأن الفارق سيكون عندي ضعيف لهذا السبب سأختار خطة 4231 واحد فقط في الهجوم نعم هذه الخطة هي الخطة المميزة التي يجب عليكم اختيارها أثناء بدأ يكون في الماي كلوب لهذا السبب الشيء الذي سأفعل هو أنني سأختار هذا صاباتيني حسنا سأوقع معه ممتازة والآن قائمة اللعبين المتاحين للإعارة عندنا هؤلاء اللعبون كروس هازار كذلك هازار تمييزة كثيرا يأثقى في كسل العلم سيرجو راموس بالنسبة للدفاع لا يهمني الدفاع كثيرا لكن الهجوم يهمني أثقى لهذا السبب سأختار هازار سأختار هازار لكي يأتي الفريق مرحبا بك يا هازار هازار الآن سيكون في الفريق على شكل إعارة كذلك سنحصل على كوتينيو وديفيد بيكام أنا متشوق لكي أظهر لكم ديفيد بيكامدا والفريق الخاص به لاحظوا يا أصيقاء ستينات وها قد دخلنا أخيرا أوكي هنا في إمكاني تغير الخطة إلى أخير ديزاين كذلك لقد تغير شيئا ما أحسن العمل لقد فهمنا هذه الأمور أصلا هم الآن يشرحون لي الطريقة التي يجب علي يفعلها لكي أقوم بشغيل اللعبين إلى أخير هذه الأمور فإنني أعرفها لأن سابقة لي اللعبت في لا تشرحها لأرجوكم هنا وكي الأعمال سنفتح الآن الباكاج وسنحصل على كرة ذهبية حسنا يمكنكم استخدامه فهمت الآن سنفتح أول الباكاج خاص بنا بالنسبة للعب الذين في إمكاني لحصول عليهم هم هؤلاء اللعبون ها هم هؤلاء اللعبون الذين سنحصل عليهم لا أعلم من هو اللعب الذي سنحصل عليه لكننا سنقوم بفتح الباكاج سنضغط عليه على هذا الشكل نعم وها نحن سنفتح أول الباكاج لنا في لعبات الفين وتسعة عشر مايك لوب لاحظوا لاحظوا واو طريقة للفتح لقد تغيرت هذه الكرة إلى أين ستأخذني من هو هذا اللعب الذي حصلنا عليه حصلت على حارس بياطوغ من أنت من أنت أيها الحارس لا أعرفك عمده 74 فقط لكن مستموى فإن في إمكاننا التطويره حسنا المهم لقد حصلنا على هذا اللعب على الأقل حصلنا على حارس ذهبي إذا تذكرتم في السنة الماضية أثناء لاعب البيس 2018 لقد حصلت أثقة على بوفون النتيجة كانت رهيبة جدا حسنا سنأتي إلى هنا لكي نتعاقد مع أحد اللاعبين كما الواحدون لقد قالوا لي بأن يجب علي الضغط هكذا وهكذا وبعد اختيار هذا كذلك أكبر من ثلاثون وسنقوم بطلب التفاوض لكي نتفاوض مع أسوء لاعب في التاريخ أحسنتم أحسنتم أيا إلى أين سنذهب؟ بالنسبة لهذه الطريقة وهذا الديزايل الجديد أعجبني كثيرا ها هو اللاعب الجديد الجرافيك الخاص بالبيس 2019 رائع ليست عليه شوائب أوه من هذا؟ آه نعم نعم شاهد زي ريال مادريد وأعتقد بأنني حصلت على لاعب من ريال مادريد لكن هذا لم يحدث هنا في المزادات يشرحون لي كذلك طريقة لحصول على المزاد عندنا البريد الوارد هنا في الأسفل هذه المرة واو حسنا سندخل للبريد الوارد هذا هو الليجند الخاص بنا يا ثقاء هيا لكي نحصل عليه واكل الأعمال يا حبيبي سنقوم بأخذ كذلك هذه الأشياء أوه جديد تعاقد تلك التذاكر وتعملها في المرة السابقة ها هو الليجند آخر يا حبيبي ممتاز البري اوردر حصلت على ألف من العمولات واو سأحصل على روماريو يا سلام يا سلام سأتعاقد مع روماريو يا ثقاء لا أصدق بأن هذا سيحدث الآن تعاقدت مع روماريو يا حبيبي أول لاعب واو عنده 91 رأس حربة رهيبة مرحبا بك يا صديقي يا روماريو مرحبا بك في الفريق روماريو رهيب جدا سنقوم بأخذ كذلك هذا الوكيل وهذا الوكيل كذلك كوتينيو سأتركه حتى الأخير ممتاز ممتاز سلام عليك تعال يا حبيبي يا كوتينيو مرحبا بك في الفريق الفريق سيصبح رائع جدا ووو شو 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 الكرة السوداء وكوتينيو يا حبيبي 88 وكوتينيو لقد جاء لي ريال مدريد أتوقع بأنني انتهيت الآن حصلت تقريبا على جميع الهدايا من شركة كونامي سنأتي إلى هنا للسجلات في إمكان الحصول على هذه جيد خمسين من العمولات خمسين من العمولات مرة أخرى خمسين من العمولات مرة أخرى أصبحت عندي الف ومئة وخمسون من العمولات أحسن العمل ممتاز وعندي كذلك اثنى عشرة الف ومئة وستون في جي بي هنا في الماتشات إذا أردت لعب مباراة وديا ضد الكمبيوتر عطور على لاعبين من نفس المستوى مايكلوب كو او بي عطور على لاعبين من نفس المستوى أوكي واتس اون من الجيد أنهم أضفوا هذه الأمور هنا إدارة الفريق كالعادة إذا أردت تغييري أثقى الخطة إلى آخر كما تلاحظون يا شباب مثل هذا الشخص مثلاً إذا جئت إلى هنا ممتاز ها هو هل هو إعارة فقط؟ هل حصلت على روماريو إعارة فقط؟ هذا صرح ما أعتقده لأن في ذلك الميزان قرب من وجهي أتوقع حصلت عليه إعارة فقط لماذا يا روماريو جئت على إعارة فقط؟ تعال أنت كذلك يا كوتينيو يبقى هناك إعارة كذلك لكن أين هو بيكام؟ لقد اشتريتي أصيقة أين هو بيكام؟ أحتاج إلى بيكام في حياتي اعتقد بأنني حصلت على روماريو لكي يبقى معي سنأتي الآن للعقد لكي نتعاقد مع اللاعبين ولكي نفتح الباكاجات حسناً وكيل أعمال خاص أم وكيل أعمال مميز ما هذا الشيء الجديد؟ بلايرز تواتش أوه اللاعب الجدد الذين عمرهم تقريباً ما بين 18 و 19 سنة سندخل؟ أوه جميل جميل إذا أرد تعاقد مع اللاعبين الصغار في السن قائمة اللاعبين أوه هؤلاء هم اللاعب الذين في إمكان التعاقد معهم واوه أليسون كذلك الحارس البرازيلي عنده 87 هذا العديد من اللاعب المميزون هنا إذا جئت هنا لوكيل أعمال خاص أوه ها هو بيكام نعم نعم جميل سنقوم بفتح هذه الأمور في حلقة اليوم لا تقلقوا بالنسبة لهذه إذا أردت فتحها يجب عليها دفع 100 فقط واوه الأمر راخي جيداً حسناً سنفتح أولاً بيكام إلى ملف تعريفي هذا هو بيكام جيد عنده 80 فقط في القوة أريد فتحها لقد ضغط ممتاز نعم سنفتح بيكام يا حبيبي الآن عنده 80 لكن رغم هذا فإن مستوى هو المستوى الأول سيتطور بشكل رهيب جداً شو 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 طريقة فتحها واوه طريقة فتحها رهيبة وأخيراً شو 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 الوشم يا حبيبي هذا هو بيكام يا ثقاء اللاعب الأسطوري اللاعب رهيب عمره 43 سنة مستوى 30 من حصلت على بيكام ضعيف أين هو بيكام الموجود في التريلر الذي كان مستوى 88 لقد أعطوني بيكام ضعيف فأن Argent شركة خلاص قصبت أمر المهم للحمد لله على كل حال لا يوجد أي مشكلة بالنسبة له وكي الأعمال متميز أوووووووووووووهوووووو وكي الأعمال متميز غير مجاني يا سيقاء يجب عليكم دفع المال مئتان وخمسون الامر غالي جدا سنفتح البريميم ايجنت لن نذهب الى ملف التعريف سنضغط على إلغاء يجب علي الدخول لملف التعريف لكي أستطيع فتح الاباكاج هذا الشيء لم يكن موجود يا أصيقاء سابقا هؤلاء هم اللعب الذين سنستطيع تعاقل معهم لا يهموني الامر المهم هو أنني سأفتح هذا الاباكاج الآن هيا وعطوني لعب جيد ورايا أرجوكم فإنني أحتاجه أرجوكم هيا 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 اوه ما هذه الدولة اوه هذا اللعب سيئ جدا سيلفر بول بورخة اوه هل بورخة فاليرو اوه لا بأسابة قد جربته يا أصيقاء لعب سديده عندما كنا نلعب في الديمو لا بأسابة لا بأسابة مرحبا مرحبا بك يا بورخة فاليرو سندخل مرة أخرى لوكي الأعمال خاص وسنفتح يا أصيقاء هذا الاباكاج الخاص بالليجند اوه في إمكان يحصل على ليجند ها هو بيكام هذا هو بيكام لدي عمدة 88 نيد فيد كذلك فييرا واوه في إمكان الحصول على هؤلاء اللعب الرائعون ادعو معنا يا أصيقاء لكي نحصل على مارادونا بالنسبة لهذا الإيجند لقد حصلت عليه عندما قمت بمشاهدة المنافسة الخاصة بالباس لقد أعطونا كودات وتلك الكودات قمت بإدخالها والأمس أحصل على لاعب أسطوري يا سلام عليك لاتسكو لاتسكو هي تعال تعال مارادونا تعال اه مالأسف الرجل اليمنى من أنت نيد فيد اه مدافع مالديني نعم مالديني يا حبيبي بما أن انزلق عرفت بأن مدافع مالديني لاتسكو بويز مالديني فإن من بين المدافعين رهيبون جدا يا سلام حصلنا على مالديني يا حبيبي على الأقل دفاعنا سيكون رائع أحسن العمل أنا فرحة لأنني على الأقل حصلت على مدافع رائع جدا سندخل مرة أخرى وسنفتح هذا الباكاج من هم اللاعب الذين في إمكاننا الحصول عليهم أوه محمد صلاح ميسي كذلك بيكي تيرستيغن كوتينيو فيضال عدد هائي جدا من اللاعبين يا أسقا أدعو معي لكي أحصل على لاعب رائع أدعو سنفتح الباكاج هيا ميسي ادعو معي يا أسقا لكي نحصل على ميسي منذ البداية أتمنى أن أحصل على ميسي يا 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 هيا كونامي اعطينا ميسي لا هذا اللاعب في بريطانيا أوه نعم حصلت عليه محمد صلاح يا أسقا حصلت على محمد صلاح يا سلام منذ البداية حصلنا على محمد صلاح لاتس جو عنده ثلاثة وثمانون لكن مستوى فإن الأول سأستطيع يا أسقا التطويره واو لا أصدق هذا محمد صلاح يا سلام تعالى يا محمد صلاح مرحبا بكفي ريار مدريد حصلنا على محمد صلاح لا أصدق هذا كنت أتمنى يا إمار الحصول على محمد صلاح أو ميسي الحمد لله حصلنا على محمد صلاح واو الآن سنفتح هذا الشيء بيس 2018-19 سندخل إلى هنا أوه في إمكان الحصول على كريستيان ونيمار دافيد ديخية واوه لكن لا تنسوا بأن في إمكان الحصول كذلك على لاعبين ذهبيين نسبة الحصول على الكرة الذهبية 97% لكن الكرة السوداء تقريبا 3% فقط إذا كان عندي حظ يكسر الحزر فإنني سأحصل على كرة سوداء عكس هذا 100% سأحصل على كرة ذهبية أيها يا أصيقى لاحظوا أوه هذا اللاعب موجود في فرنسا مبابي يا حبيبي لا يلعب بالرجل اليسرى غريزمان لا آه فيل هنا لا أعرف لكن عند رقم 10 عند 71 لعب ذهبي لا بأس به ويلعب بالرجل اليسرى جميل جميل المهم مرحبا بك يا صديقي عند 71 المستوى الأول أتوقع بأنه سيستطع الوصول لـ 80 أو شيء من هذا القبيل كنت أتمنى أن أحصل على كرة سوداء لكن مع الأسف لا يوجد أي مشكل سندخل مرة أخرى لوكيل أعمال خاص بقي لنا هذا الوكيل فقط سنحصل على لاعب من هذا الأسبوع هيا لك ندخل لملف تعريفي هناك العديد من الكرة السوداء واو مبابي عنده 89 هذا الحارس كذلك بيرناردوني هؤلاء هم اللاعب الذين سأحصل عليهم يا إما مبابي يا إما هذا اللاعب سيميون يا إما زياش واو زياش عنده 96 كيف فعلها نيمار 96 كذلك ودعو معنا يا أثقاء لكي نحصل يا إما على زياش لأنه عنده 96 يا إما نيمار ودعو معنا يا شباب وعندنا كذلك هذا المغربي عمره 22 فقط اسمه أقويرد أعتقد بأنه اسمه أقويرو لكن اسمه أقويرد نابيل أقويرد عجيب أول مرة أسمع بهذا اللاعب هذه القائمة فيها فقط اللاعب المتميز خلال الأسبوع سأفتحها يا أثقاء دافع بعمولات ودعو معنا يا أثقاء ودعو معنا سأغمض عيني هيا هيا نريد لاعب رائع نريد نيمار نريد نيمار يا حبيبي لاتس جو فرنسا نيمار أون بابي نيمار أون بابي رجل يسرى لا من هذا اللاعب هذا زياش لا نعم زياش عندها 96 حصلت على زياش لكن زياش فإنها مع أجاكس لم أفهم أي شيء لكن أنا حصلت على زياش عندها 96 كذلك نيمار كانت عندها 96 كنت أتمنى حصولي على نيمار لكن زياش كذلك رائع 96 واو تخيلوا معي يا سلام واو هذه صراحة فإنها رائع جدا اثنان مرة إضافية في إمكاني أثقاء فتحها مرة أخرى سأفتحها سأفتحها الآن لا يهم دفع بالعمولات عندنا العمولات يا شبابات يا الفرصة فإنها لا تعوض هيا نيمار أرجوكم نريد نيمار نريد نيمار يا حبيبي نريد نيمار نريد نيمار أوه إيطاليا من هو هذا اللاعب يلعب بالرجل يمنى من أنت مئة في المئة ذهبي مئة في المئة ذهبي يلعب مع فيرون أوه سيميوني ليس ذهبي يا أثقاء 93 يلعب في رأس الحربة حصلت على لاعب أسطوريين حصلت على سيميوني عنده 93 يا سلام عليك أنا محظوظ كثيرا يا أثقاء سيميوني 93 هل سأحصل على أولى اللاعبون مدى الحياة أم حصلت عليهم فقط إعارة لا أعلم لكن ينسى أفتح يا أثقاء آخر باكاج بعدها سأني هذا الفيديو هذا المقطع فإنه رهيب جدا لا تنسوا يا أثقاء أنصروا مع أثقائكم لكي يدر لي أكبر عدد من الأشخاص لقد حصلنا على العديد أوه فرنسا نيمار أرجوكم نيمار 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 يا أثقاء لا مبابي لا نيمار لا نيمار لاتس جو بويز انتظروا انتظروا نيمار لا مبابي مع الأسف لأن نيمار كذلك لونه أصمر على الأقل حصلنا كذلك على مبابي رايب جدا وسارع يا أثقاء تسعة وتمانون مبابي مميز كذلك كنت أتمنى الحصل على نيمار لكن مع الأسف لم يساعدني الحاد لم أستطع الحصل على نيمار بقي لنا الآن وكيل أعمال متميز فقط عليكم دفع مئتان وخمسون أو خمسة وعشرون ألف جيبي وهيا لكي ندخل للفريق ونروا يا أثقاء اللاعب الخاصين بنا الآن إدارة الفريق واو عدد هائل جدا من اللاعبين حصلنا عليهم في فتحت تلك الباكاجات فقط لاحظوا هي هي زياش 96 واو زياش قوي مدافع مالدين يا حبيبي ودخل أحتاج يا أثقاء لشراء مدرب جديد لأن هذا المدرب الذي اخترته فإنه ضعيف لن يستطيع تحمل هؤلاء اللاعب الأسطوريون لهذا السبب يجب علي المجي إلى هنا تعيين مدير فني ويجب علي اختيار مدير عنده مهارات عالية أوه كلوب سأضيفه للفريق مكان ساباتيني جيد 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 لكي أستطيع اختيار اللاعبون المميزون على الأقل كلوب سيستطيع تحمل هذه الأمور أوه لكن هل في إمكاني رفع هذا اللاعب نعم نعم سأحاول تغيير الخطة قليلا بالنسبة لرو ماريو وكوتينيو فإنهم إعارة فقط لهذا السبب يا أصدقاء سأتركهم لن أستعملهم لأنه عند مبابي 89 عند سيميون 93 في الهجوم زياش عنده 86 في الامف لكن بما أن كلوب مع الأسف يقوم باللعب بهذه الخطة يعني 433 ولا أستطيع تغييرها مع الأسف لا أستطيع مثلا تغيير هازار للامف أستطيع تغييرها للدمف يعني لكي يكون مدافع لكن لا أستطيع تغييرها لكي يلعب في الهجوم وهازار أصلا فإنه إعارة لهذا السبب سأضعه هنا لكي لا أقوم بتضيعه وعنده 90 استطيع اللاعب مكان زياش عنده 90 لاحظتم لن أقوم بتضيعه يا أصدقاء سأضعه هناك لأن هؤلاء اللاعبون عندما سينتهي الأسبوع فإنهم سيدهبون ولن يعودوا أتوقع بأنني سأختار هذه الخطة وسأتركها عندنا مالديني في الدفاع مدافع رهيب جدا لمدرب كلوب كذلك فإنه مدرب رائع المدرب الخاص بليفيربول لكن أعتقد بأنني سأونهي حلقة اليوم هنا وسأونهي الفيديو هنا وسأودعكم الشيء الذي سأفعله الآن هو أنني سأعدل الخطة إلى آخره نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة ولا تنسوا يا شباب قم بضعمنا بالضغط على زر لايك لأننا حصلنا على عدد هائل جدا من اللاعبين الأساطير نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة